في المشاهد المألوفة عادة ما تشهد بغداد حوادث دهس مرة أو حوادث سير لكن المستغرب في العراق تكرر تصادم غاضب بين سائق مركبات من المواطنين مع رجال المرور جديدها تسبب مواطن بدهس رجل مرور لحظة تدوينه مخالفة بسبب ما قيل على لسان الرشطين إن المخالفة بحق السائق جاءت لوضعه علامة التكسي في مركبته ورغم مواقف فريدة كمخالفة تثير السخرية من أحد المواطنين على توثيقها بحق مركبته رغم اصطفافها أمام بيته إلا أنه وفي العموم تتفوق بغداد خصوصا والعراق عموما عن بلدان المنطقة بحوادث الاعتذاء على الرجال المرور يحدث هذا في وضح النهار ما يعرض حياة الرجال يقومون بواجبهم لخطر محدق تقول وزارة التخطيط في تقرير لها العام الماضي إن العراق يسجل سقوط ثمانية ضحايا يوميا مؤكدة تسجيل أكثر من أحد عشر ألف حادث أودت بحياتي ثلاثة ألاف وواحد وعشرين شخصا في تقرير نشرته مطلع العام الماضي تعتبر مشكلة الحوادث المرورية في العراق من أبرز مسببات الخسائر البشرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية متقدمة في ضحاياها على ضحايا العمليات الإرهابية والعنف بعدة أضعاف ويعزوا مراقبون ذلك إلى تهلك الطرق وقدمها وفقر علامات التحذير إضافة إلى عدم التزام السائقين بإجراءة السلامة العامة كما تعتبر السلوكات الاعتداء على الرجال المرور معيار ضرب القانون عرض الحائط لغياب العقوبات الرادعة في البلاد